زي ما تابعنا من خلال التقرير بنتكلم على كاس مصر لاعب فيه 12 نادي تحديدا يمكن أبرزهم واللي كانوا متصدرين فيه الصدارة والقمة الأهلي والزمالك بنتكلم في 52 مباراة ده في الكاس بشكل عام و40 ده للأهلي 52 للأهلي و40 للزمالك الأهلي فاز ب37 مباراة والزمالك ب27 مباراة لو نتكلم على نهاية أهلي وزمالك 9 مباراة فاز فيها الأهلي 8 مباراة فاز فيها الزمالك بتعترف بلغة الأرقام وشايف أن لغة الأرقام دي دايما بتكون أقرب لممكن حال المباراة وما يعني ممكن أن يحدث اليوم في المباراة بتعكس كمان الحالة اللي بيكون عليها الفرقين في الموسم يعني الآخر عشر مواسم تحديدا يمكن الكعب الزمالك أعلى بلغة الكور أعلى من الأهلي في كاس مصر فريرا نفسه أخذ الكاس قبل كده من الأهلي بعد كده الأهلي لعب مع الزمالك وخسر 3-0 فآخر عشر سنين كمان الأهلي شوية في الكاس ما بيكونش محظوظه أو ما بيكونش أداءه بشكل جيد وده برضو بيعكسه الوضع الحالي الزمالك أكثر استقرارا من الأهلي عنده الفريق جاهز أكتر للمباراة عنده دافع معنوي أكبر للفوز بالكاس كمان هو لسه بينافس على الدوري ففكرة الجامع بين سنائية الكاس والدوري دي بيكون مغرية أكثر لي للفريق فأوقات كتير الأرقام بتكون معكسة للوضع الحالي يمكن كمان الأهلي أخذ 37 كاس لكن لو وصنا الفترة الأخيرة كلها فالأهلي مش محظوظ خالص بالكاس يعني الأهلي خسر نهاية الكاس أمام الزمالك مباراتين الأهلي فاز ببطول الكاس مصر وحيدة أمام الجيش مع موسماني الموسم قبل الماضي وبعدين خسر السوبر من الجيش بعد كده فشوية الأهلي في مباراة الكؤوس مش محظوظ يعني كعب الزمالك بيكون أعلى منه خاصة في الفترة الأخيرة وفي آخر عشر سنين تحديدا فيمكن ده عاكس كمان للوضع الحالي سواء فيه بالنسبة للأهلي أو بالنسبة للزمالك طيب توقعتك إيه لتشكيل مجارات النهاردة؟ هل تتوقع أن يكون فيه مفاجآت زي مثلا الدفع بالشباب زي ما كنا نتكلم معيك قبل الهوى أن فكرة الزمالك الدفع بالشباب في الفريق برضو جددت قدام ويعني كمان عايزين أتكلم عن أبرز غيابات الفريقين يعني الزمالك الغيابات اللي موجودة مش غيابة خلص تعودت جمهور الزمالك تعود عليها غياب محمد مجابة الغياب ترى حامد خلص جمهور الزمالك تعود عليها خاصة مع إضافة عدد كبير من اللاعبين الشباب للفريق يمكن عمر السعيد بس هو من اللاعبة اللي كانت بتكون موجودة المرشاة الأخيرة ممكن ما يكونش موجود النهاردة لكن الزمالك عنده بدايل موجودة زي سيف الجزير وزي يزيزه في خط الهجوم شكبالي كمان بيقد بشكل جيد الفترة الأخيرة فالغيابات الزمالك شوية مش مؤثرة لأن خلاص الفريق تعود على عدم وجودهم غيابات الأهل هي مؤثرة أكتر يمكن لسه موقف محمد هاني ما تحددش هو الوحيد اللاعب الوحيد اللي ممكن يرجع طهر محمد طهر مصاب بيرستاو مصاب مكيسوني حسين الشحات تقريب الأهلي ما عندوش على الأطراف لعبة متاحة كتير لي الماتشو ده ممكن يخليه غير في شكل أو في طريقة اللاعب الفريق ممكن يبدأ بمحمد شريف وحسام حسن تحتهم أحمد عبدالقادر أو أفشا يغير في شكل الفريق لكن الفريق عنده ناص كبير جدا في عدد من المراكز إضافة طبعا لتراجع عدد كبير من اللاعبة عن مستواها فبالتالي ده كله مؤثر على الأهلي وأنا شايف المباراة النهاردة كمان آه هي مهم للزمالك أن يفوز باللقب لكن هي أكثر أهمية للأهلي من الزمالك فالضغوط على الأهلي أكثر لأن الأهلي لازم يفوز النهاردة لأن ده يرجعهم مرة تانية للمنافسة يرجع الثقة للعيبة يتكون عندهم هزي بك قلنا في البداية إي صالح بقى جمهوره بالزبط